معظم الناس يتخلصون من الأدوية فور انتهاء صلاحيتها لاعتقادهم أنها قد تصبح مضرة أو غير فعالة بعد ذلك لكن دراسة جديدة كشفت أنه من الممكن أن تبقى الأدوية فعالة حتى لو انتهى موعد صلاحيتها لمدة طويلة وحتى إن لم تحفظ في درجة الحرارة المناسبة إن قمت يوما بأخذ دواء انتهت مدة صلاحيته عن طريق الخطأ فلا داعي للخوف حسب دراسات من الممكن أن تكون العقاقير أمنة وفعالة بعد سنوات من انتهاء صلاحيتها وقد تبر البحثون في دورية Wilderness and Informational Medicine أن هذا نبأ جيد للمناطق النائية من العالم والتي يصعب توفر الأدوية فيها ويكون الخيار الوحيد أحيانا هو الدواء منتهي الصلاحية وقالت قائدة فريق البحث دكتورة أما براون إن تاريخ الصلاحية على أي عبوة دواء يشير لأخر موعد تضمن فيه شركة الأدوية سلامة محتوى العقار عند تخزينه في ظروف الموصى بها وفي عبوة التغليف الأصلية وأدافت براون أن هذا التاريخ ليس بالضرورة الموعد الذي يصبح الدواء عنده غير فعال أو خطير وفي العديد من العقاقير قد تكون تلك الفترة أطول بكثير من الموعد المشار إليه للصلاحية وهو بين عامين وثلاثة أعوام واختبر البحثون خمسة أنواع من العقاقير انقضم بين عام وأربعة أعوام على انتهاء صلاحيتها وقارنوا هذه الأدوية بعينة حديثة من نفس الأدوية لمعرفة مدى فعيلية وكفاءة المادة الفعالة بها وتبين أن جميع الأدوية المختبرة ما زالت فعالة نظريا لكن البحثين حذروا من أنهم لا يعرفون على وجه الدقة درجات الحرارة التي تعرضت لها هذه العقاقير ترجمة نانسي قنقر